ترجمة نانسي قنقر 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 الف دولار لجمعية الوطنية لمعاقي الحرب بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين واضح عضو الفريق المغيم في كاليفورنيا السيد حبت ياسوس في مراسم تسليم الدعم بالمكتب المركزي للجمعية ان الاعضاء المقيمين في مختلف الدول التقوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهم لا يتعارفون وجه الوجه لكن تجمعهم الوطنية وظلوا يقومون بمختلف المبادرات لدعم مواطنيهم ويعتبر الدعم الحالي مواصلة لذلك وان برامج مماثلة ستنفذ مستقبلا وقال الرئيس الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب والاستاذ قبر برهان اياسو ان مساعدة معاقي الحرب مسؤولية جميع المواطنين الالترين مشيدا بمبادرة المواطنين المهتمين وكانت مجموعة بالتوك قد تسليم الدولار لعاقة ابناء الشهداء ومبلغ 11 الف نقفة للسيدة اسكاولو قبر مسقل فيما يحبار التي تقوم برعاية أسر معاقة رقم عاقتها هي ومبلغ 17 الف دولار للأسر التي تضم أربعة أطفال معاقين في مديرية مايعيني والتبرع بمبلغ 4300 دولار لصندوق رعاية أمانة الشهداء هذا وقد تأسست مجموعة البالتوك الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي قبل عامين لهدف مساعدة المواطنين المحتاجين حيث في المواطنين المحتاجين ترجمة نانسي قنقر